بمشاركة عشرين دولة من حوض المتوسط والمؤتمر كما قيل هذا المؤتمر كان يهدف إلى مناقشة ملف الهجرة غير نظامية عبر مساعدة دول أفريقيا من خلال بناء شراكات لمشاريع في قطاعات الزراعة والصحة والبنية التحتية ودعت رئيسة والوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تعزيز التعاون الأمني مع السلطات القضائية في مختلف الدول وتشديد التشريعات لردع المهربين كاشفة أن الهجرة نحو أوروبا تطيرها عصابات الإتجار بالبشر التي تستغل ظروف المهاجرين وتصور لهم الرحلة إلى أوروبا بأنها رحلة أمن وقبل أيام وقع الاتحاد الأوروبي وتونس اتفاق شراكة استراتيجية يتضمن تضييق الخناق على مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود هذه الاتفاقية وجهت لها انتقادات كثيرة منها ما يراه معارضه الرئيس قيس سعيد أنها قدمت له شيكا على بياض وقبولا بنظامه وينص على الطرد الجمعي للمهاجرين لكن بحسب القوانين والمعاهدات الدولية بعد ترحيل أي مهاجر دون رضاه ترحيلا قسريا مجرما ومجرما في القانون لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة